اشتركوا في القناة رئيس روسيا الاتحادية منوها المجلس بنتائج زيارة جلالته ايده الله الى روسيا الاتحادية ودور الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي شهد جلالة الملك المعظم وفخامة الرئيس الروسي مراسم التوقيع عليها خلال الزيارة والتي ستدعم مسارات العمل المشترك وتسهم في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات لمزيد من التطور والنماء مشيرا الى الهمية التي تمثلها زيارة جلالة الملك المعظم مشيرا الى الهمية التي تمثلها زيارة جلالة الملك المعظم رئيس الدورة الحالية للقمة العربية في دعم مخرجات القمة العربية وبالأخص ما يتعلق بعقد مؤتمر دولي للسلام ووضع الحلول للقضايا المختلفة وعلى رأسها القضية الفلسطينية منوهان المجلس بالمضامن التي أكد عليها جلالة الملك المعظم بشأن تطلع مملكة البحرين بدعم الدول العربية وروسيا إلى تحقيق مبادئ حسن الجوار وذلك للحفاظ على علاقات طبيعية ودبلوماسية وتجارية وثقافية مع الدول الجوار بعدها تابع المجلس جهود وزارة التربية والتعليم من أجل تعزيز سير العملية التعليمية معربا عن شكره للوزارة وكفة منتسبيها على جهودهم المبذولة لتهيئة البيئة المدرسية المناسبة للطلبة وفق أعلى المعايير متمنيا للطلبة والطالبات في مختلف المراحل الدراسية بالتوفيق والنجاح في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024 كما وجه المجلس في هذا الصدد بتوفير كفة الأسباب الداعمة لأداء الامتحانات بما يكفل تحقيق الطلبة لأفضل النتائج ثم أعرب المجلس عن إدانته واستنكاره لاستهداف القوات الإسرائيلية مخيما للنازحين في رفح بقطاع غزة مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء مجددا دعوة مملكة البحرين للمجتمع الدولي لسيما أعضاء مجلس الأمنة تابع للأمم المتحدة إلى الاطلاع بمسؤولياته في فرض تطبيق القرارات الدولية وقواعد القانون الإنسانية الدولي بشأن الوقف الفوري والدائم والشامل لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين الأبرياء وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية لسكان القطاع بشكل آمن وكامل وتهيئة الأجواء الآمنة لإحياء عملية السلام العادل والشامل بحصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بعد ذلك قرر المجلس ميلي الموافقة على المذكرات التالية مذكرة مجلس الخدمة المدنية حول يعادة هيكلة عدد من الوزارات والجهات الحكومية بهدف تحسين الأداء وزيادة الكفاءة مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوزن المالي بشأن برامج تمويل عدد من المشاريع التي تنفذها الحكومة مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على اقتراح بقانون وثلاث اقتراحات برقبة مقدمة من مجلس النواب مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية وجامعة العلوم التطبيقية بشأن تقديم برامج تعليمية مختصة لمنتسبي عدد من إدارات الوزارة مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسة الملكية للانقاذ والسلام المائية للتعاون في مجال زيادة الوعي بهمية السلامة المائية بعدها أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي نتائج المشاركة في عمال حوار الدوحة في دولة قطر الشقيقة نتائج المشاركة في مؤتمر مستقبل الطيران في المملكة العربية السعودية الشقيقة نتائج المشاركة في الاجتماع الخمسين للجنة الإقليمية لمنظمة الشرق الأوسط بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة ومؤتمر الاستثمار في السياحة فرص وتحديات التمويل المستدام في سلطانة عمان الشقيقة المشاركات الخارجية للوزراء وزيارات وزراء الدول الأخرى إلى مملكة البحرين في شهر يونيو 2024 ترجمة نانسي قنقر